اشتركوا في القناة يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى لا تعامل محاكمة واختبار وإنما معاملة إيمان واستسلام لله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا أمرنا بالدعاء فنحن ندعو وعلى الله الإجابة أما أننا نحاكم الله عز وجل أو نختبر الله سبحانه وتعالى هذا طبعا لا يفعله من يؤمن بالله واليوم الآخر ولذلك الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ويقوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان المسألة الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بأن ما من مسلم يدعو بدعوة إلا والله جل وعلا يستجيبها لكن هذه الاستجابة على ثلاثة أنواع ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا استجاب الله له إما أن يستجيب له هذا الدعاء وإما أن يدخر له مثل أجر هذا الدعاء وإما أن يصرف عنه من الشر في مقابل هذه الدعوة ولذلك أي مسلم دعا بدعوة توفرت شروط القبول وانتفت الموانع استجاب الله دعاء استجاب الله دعاء هذه الاستجابة ليس بالضرورة أن تكون ماثلة أمام الإنسان وإنما قد يستجيب الله فتكون ماثلة أمام الإنسان كما هي أحوال كثير من الناس يدعون الله فيستجيب الله دعاءهم أو يدخر الله عز وجل للإنسان الداعي من الأجر والثواب الشيء العظيم يجده يوم القيامة أو يدفع عنه من الشر في مقابل هذه الدعوة ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكبر أو الله أكثر يعني من حيث الأجر والثواب الذي يعطيه للعبد أمر آخر بالنسبة لهذه الدنيا هذه ليست بدار خلود هذه ليست بمحل إقامة هذه دار نقلة ودار رحلة هذه دار ممر وليست دار مقر ولذلك ما أحد يعني يخلد فيها لا أحد يخلد فيها ومسألة أخرى الموت لا يعرف صغير ولا كبير ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ما يعرف الموت إذا جاء الأجل خلاص الله عز وجل قدر مقادر كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام أيضا نقرأ مثلا في السيرة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات أولاده في حياته وهو سيد ولد آدم سيد ولد آدم الذي يستجيب الله دعاءه ومع ذلك أذاقه الله عز وجل الذرية أذاقه الله عز وجل الذرية والولد ثم أخذهم في حياته ما عدا فاطمة توفيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي بكى قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لم يحزنون مسألة أخرى وهي بشارة أزفها لكل من دعى لهذا الطفل ولكل من يدعو لمسلم أن الله استجاب لك أن الله استجاب لك كيف استجاب لك إذا ما استجاب لك مثلا في قضية نجاة هذا الطفل فقد ادخر لك أجر عظيم ستجده يوم القيامة أو يصرف الله عنك عنك سوء أنت ما تعلمه مما قدره الله عز وجل يصرفه عنك في مقابل هذه الدعوة وهذه بشارة لكل أحد لكل أحد مسألة أخرى هؤلاء الأطفال الذين يذهبون قبل الحنث قبل البلوغ هؤلاء ما عند الله عز وجل خيرا والله من الدنيا وما فيه ما عند الله عز وجل لهم خيرا من الدنيا وما فيه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به رأى إبراهيم عليه السلام ورأى حوله أطفال المسلمين فأي طفل يموت قبل البلوغ فهو في كفالة إبراهيم وجاء في حديث آخر فهو في جبل في الجنة في كفالة إبراهيم وسارة في جبل في الجنة في كفالة إبراهيم وسارة أي ولد يموت قبل البلوغ والله ما عند الله عز وجل خير له من هذه الدنيا بما فيه أمر آخر هذا الموت بالنسبة للأطفال قد يكون خير للوالدين ما يدرى الإنسان كما أنه خير لهذا الطفل خير والله عز وجل يدخله الجنة ويوم القيامة يأخذ بثوب والديه ويدخلهما الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة يدخلهما الجنة هؤلاء دعميص الجنة هؤلاء الذين لا يمكن أن يفارقوا آباءهم كذلك قد يكون خير لآبائهم وأمهاتهم هذا الولد ذهب إلى جنة عالية النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث عن الخضر وما حصل معه ومع موسى عليه الصلاة والسلام كما في سورة الكهف بل في القرآن لما قتل الخضر الغلام ماذا قال في نهاية القصة وقد فصلها النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا واضحا فقال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة يعني هذا الولد لو عاش لو بقي هذا في قصة موسى والخضر لأصبح فتنة لوالده ولأصبح سبب من أسباب إضلال لوالده فالله قبضه قبل البلوغ فأدخله الجنة ورحم والديه حينما منع عنهما سبب من أسباب الضلال وسبب من أسباب الانحراف قال العلماء كما جاء الآثار بذلك بأن الله تعالى رزقهما ولد أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل ولذلك يا أبو إبراهيم بارك الله فيك المسلم يتعامل مع ربه وفق هذه العبودية هذا الاستسلام لله عز وجل هذا التذلل ويفسر هذه الحوادث تفسير إيماني لا تفسير والعياذ بالله شيطاني كما يقول بعض الناس دعوا الناس ربهم وما استجاب لهم سبحان الله العظيم يعني هل الناس يريدون أن يحاكموا ربهم هل الناس الآن يشترطون على ربهم إذا دعوناك لا بد تستجيب لنا مع أن الله تعالى استجاب ومثل ما ذكرت لكم كيف استجاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له بإحدى ثلاث ما دام أنه لم يدعو بإثم أو قطعة رحم إما أن يستجيب الله له يعني حالا وإما أن يدخل له من الأجر مثلها أو يصرف عنه من البلاء اللي ما يعلم الإنسان ولا يدري ما قدر له ويسلم من حوادث كثيرة أسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين ترجمة نانسي قنع